موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرضت الحداثة أو العولمة نفسها على العالم وقد دفع هذا الضغط الحداثي إلى ظهور أراء فقهية معارضة في بعض المسائل لما استقرت عليه الأمة منذ قرون خلت يدفع هذا إلى السؤال عن الثابت والمتغير في الإسلام وعلاقتهما بالشريعة فما حدود الثابت وماذا يعنى بالمتغير كيف يمكن التوفيق بين الاجتهاد لحاجات العصر والحفاظ على الثوابت وهل للواقع السياسي أثر في الأحكام الاجتهادية هذه الأسئلة وغيرها تأتيكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج مقاصد أهلا بكم موسيقى إذن عن الشريعة بين الثابت والمتحرك أو المتغير يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا ومرحبا بكم دكتور مرحبا بكم أستاذ جهاد وإخواننا المشاهدين هذا الموضوع يحتاج إلى تفكيك بعض المصطلحات في البداية لابد من أن نعرف مفهوم الشريعة معكم دكتور ثم العلاقة وجه العلاقة والافتراق والالتقاء ما بين مصطلحات مهمة مثل الدين والعقيدة والفقه وعلاقتهم بالشريعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الشريعة هي مجموع النصوص التي أنزلها الله عز وجل من السماء في القرآن والسنة لضبط علاقة المرء بخالقه والمرء بمن حوله من المخلوقين والمخلوقات فالشريعة هذه جاءت لتضبط العلاقة بين الإنسان وخالقه بين الإنسان وأمثاله وكل من حوله من المخلوقات والعجيب أن الله تبارك وتعالى من سننه الشرعية أنه لم يدع للإنسان مجالا أن يعيش بلا شريعة حتى حينما أدخل آدم الجنة جعل له فيها شريعة تأمره وتنهاه حتى يعني يؤسس في نفوس الناس أنه لا يمكن أن يعيش الناس المرء بلا شريعة وينعم عليه وتفضل عليه ويكرمه بأنه كفاه مؤنة التفكير ومؤنة النظر في هذه في ضبط حياته لكن من أنعم الله تبارك وتعالى عليه أي على هذا الإنسان أنه حينما جعل له هذه الشريعة لم يجعلها جامدة صلبة في كل جوانبها ولم يجعلها يعني هينة مرنة لينة حتى تتلاشى في الجوانب الأخرى إنما جعل فيها جوانب صلبة لا يصح المساس بها ولا الاقتراب منها ولا يصح حيالها إلا السمع والطاعة وجعل فيها أيضا جانبا آخر مرنا سهلا يعني يضبط حياة الإنسان على كوكب الأرض في كل ظروفه وفي كل أحيانه وترك له في هذا الجانب دائرة واسعة للنظر والفكر والاجتهاد قبل الحديث عن هذه الدوائر أريد أن نحرر العلاقة بين الشريعة والدين والفقه هل الشريعة هي نفسها عندما يطلق الدين تكون هي الدين وماذا عن الفقه فأكمل يعني لو تكرمت أن الشريعة هذه من أنعم الله على عباده قال ربنا جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الإسلام الذي رضيه الله إذا رضيه إذن فلا يسخط عليه وأتمه فلا ينتقص ونعمة أنعم بها على الخلق حينما يتنكر الخلق وتمردون على هذه الشريعة يحق عليهم قول الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار فهذه الشريعة هي النصوص الشرعية التي نزلت من السماء أما الشروح والفقه والفروع فهذا لا علاقة له بالشريعة ليس من الشريعة حتى يفهم الناس هذا ليس من الشريعة أقوال الأئمة مهما كانت ليست من الشريعة إنما هي مرآة لفهم النصوص الشرعية الشريعة هي النصوص فقط قال الله تعالى قل هو الله أحد هذا شريعة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هذا شريعة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا شريعة أما تفصيلات الناس أيا كان أيا كان تفصيلات الناس وشروحهم لهذه النصوص سمها فروعا سمها فقها سمها كما تشاء إنما ليست من الشريعة نعم فلذلك يجوز لنا أن أن ننظر فيها نصحح ما فيها من أخطاء نستبعد ما فيها مما لا يناسب أحوال الناس نجنب الناس بعض الأمور منها التي لا يعني تعرقل مسيرة حياتهم أو تعرقل مسيرة عبادتهم أو معاشهم أو معادهم فكل أمام جزاه من الله خيرا جميعا إنما أفتى لوقته وحاله وعصره ونحن لا نظن بأئمتنا سوءا إن شاء الله إنما نحسن الظن بهم لكن على التلاميذ والخلف أن يدركوا أن أئمتنا ليسوا معصومين وأن أئمتنا رضي الله عنهم بذلوا كل ما في وسعهم وليس هناك من رابط بين الإجلال العالم واحترامه وبين تقديس كلامه وأن نسيره في طريق موازية مع النص الشرعي أو نتعامل مع كلامه على أنه نص شرعي أو شريعة هذا خطأ هذا خطأ وخطأ منتشر في كتب الأصول والفقه بصورة يعني مخيفة مرعبة وقد يظن ببعض أننا ندعو إلى التمرد على هذا الفقه لا أبدا نحن ننظر في هذا الفقه لنتعلم ونفهم النصوص الشرعية لكن لا ننظر فيه على أنه شريعة معصومة ولأنه دين نقدمه للناس مهما كانوا أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين والذي ينبغي أن ينظر هذه النظرة لابد له من الأدوات والملكات سنذكرها إن شاء الله في حينها فالفقه ليس هو الشريعة إنما الشريعة هو النصوص المنزلة من السماء نعم طب تحدثت عن موضوع الدوائر الصلبة والدوائر المرنة ماذا عن هذه الدوائر حدودها ما هي الدوائر الصلبة وماذا عن الدوائر المرنة والله حينما تفتح الكتب وتنظر وترى يعني أحيانا ترى أشياء جيدة وأحيانا ترى أشياء مضحكة لكن الذي أقوله إن الدوائر الصلبة هي دوائر النصوص القطعية الدلالة أيا كانت درجة ثبوتها سواء كانت ثابتة بالتواتف أو ثابتة بالأحاد فإنما نحن هنا ننظر إلى الدلالة لا إلى طريقة الثبوت مدام النص دخل دائرة القبول سواء دخلها بوصفه متواترا أو بوصفه آحادا لكنه قطعي الدلالة لا يجوز له يعني بالمعنى العام لا يجوز له إلا أن نعطيه تعظيم سلام ونقول له سمعنا وأطعنا إن الله تبارك وتعالى حينما أنزل قوله جل جلاله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هنا الصحابة ضجوا وقالوا يا رسول الله يعني أمرنا بالصوم فصمنا الصلاة الزكى زكينا الجهاجة هدنا وبذلنا أموالنا وأنفسنا وإنما هذا لا نطيقه ومن منا لا تحدثه نفسه بالشر فالنبي غضب لا يصح أن نستدرك على رب العالمين ولا أن نقدم بين يديه ولا أن نوجهه قل هذا ولا تقل هذا إن هذا إله سيد العالمين السيد المعبود جل جلاله ونحن عبيده فلذلك النبي غضب وقال لهم أتريدون أن تكونوا مثل بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا فالصحابة خافوا ووجلوا وقالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا سمعنا وأطعنا فهنا حينما يقول العبد سمعت يا ربي وأطعت يأتيه التخفيف وتأتيه الرحمة فلما قالوا سمعنا وأطعنا شهد الله لهم بهذا جل جلاله وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه شف الشهداء كيف تأتيهم الثمرة الثمرة السمع والطاعة آمن الرسول والمؤمنون ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إنما اختبرنا إيمانكم ونحن نعلم أن هذا فوق الطاقة سننسخه عنكم فلا تنزعجوا فلذلك النص القطعي الدلالة لا يصح الاجتهاد معه كل ما هنالك إذا اجتهد فيه المرء اجتهد ليفهم إنما اجتهد لينقض أنا لك هذا أنا لعقلك يا مسكين أن يدرك علوم رب العالمين أنا لعقلك يا مسكين أن يدرك حكمة رب العالمين لو أنك فهمت النص الوارد إليك من ربك تسجد لله يعني طول عمرك خضوعا وامتثالا أنه أفهمك ولذلك امتنى الله على سليمان بهذا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما هذا الإفهام من الله إنعام على سليمان صحيح لم ينقص من قدر داود هو نبي كما هو ونبي ملك صلى الله عليه وسلم لكن الله يبين فضل فضل الإفهام فكون أنك يعني رزقت الإفهام من الله تبارك وتعالى لهذا النص الشرعي هذه نعمة كبيرة جدا أما أن تناطح رب العالمين بأي صفة تناطح الرب جل جلاله وبأي صفة تناطح النص الشرعي يا أخي أنت لم تفهم خلاص قل لا أفهم هذا قدرك ليس عيبا في النص أنك لم تفهم لأن سيأتي غيرك كثير يفهمون سيأتي غيرك كثير الإمام الشافع الله يرضى عنه لما صنف لعبد الرحمن بن مهدي إمام المحدثين في وقته كتاب الرسالة كان يضع الكتاب على رأسه ويدعو للشافعي وسفيان بن عيينة وهو إمام الحديث لما يعني كان يتلو الحديث ويقول له يا أبا عبد الله اشرح لنا هذا فيشرح ويفسر فيقول لا حرمنا الله ولا المسلمين من أمثالك يا أبا عبد الله حتى تفهمنا كلام ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء إما يدرك الواحد منهم قدر أخيه ويعظم فضل ربه عليه ويعترف له بالفضل والإحسان إليه هذا سنة النبيين وأخي هارونه وأفصح مني لسانه فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكنذبون إني أخاف أن يقتلون فلذلك كلما عظم قدر الإمام في الديانة والإيمان يرى فضائل ربه على غيره في تفسير الشريعة وبيانها إنعاما عليه هو قبل أن يكون إنعاما على غيره لماذا؟ لأنه يحل له الإشكالات والعقد الواردة في النص التي تحول بين فهمه وبين فهم النص النص ليس فيه عقد ولا إشكالات العقد عندنا نحن في عقولنا نحن دون المستوى خلاص حينما نكون دون المستوى سيأتي من هو في مستوى الفهم والإدراء ممن أنعم الله عليه ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه فهذا العطاء الإلهي المتجدد موصول إلى يوم القيامة لم يقف عند الشافعي ولا عند أحمد ولا عند البخاري ولا عند ابن المدين ولا عند هؤلاء لم يتوقف عطاء ربنا جل جل ولذلك من الخطب السائد يعني السائد والمنتشر على ألسل الناس يقول لك فلنده لن يأتي أبدا وحينما تصنعه أنت قل لن يأتي حينما تصنع أنت هذا الإنعام قل لن يأتي لم أستطيع إنما الذي صنعه رب العالمين وهو القادر والقاهر فإنما يصنع هذا حينما يشاء وحينما يعني تمضيه مشيئته فتوجده قدرته سبحانه وتعالى نعم طيب يعني أنت عرفت الثوابت بأنها هي النصوص القطعية نعم الثوابت هي النصوص القطعية تدلالة بغض النظر عن طريقة يعني أسلها سواء كانت تواترا أو أحدا هل هذا محل إجماع بين المسلمين هذا لا يماري فيه إلا زنديق لا يماري في هذه الحقيقة ولم يخرج عن هذه الحقيقة إلا أهل الأهواء والبدع والضلال فقط كل علماء المسلمين على مدار التاريخ كله وكل الأمة على مدار كر الشهور والدهور يسلمون لرب العالمين في النصوص القطعية النصوص القطعية التي قطع الله بها سواء في الكليات أو في الجزئيات لأن بعض الناس قال الكليات فقط لا يا أخي عندنا الصلاة كلية الوضوء لها أي استهار لها هذه وسيلة جزئية لكن لا يصح الاجتهاد فيها فخذبان حضرتك عندنا مثلا الاختيار الحاكم من قريش هذا كلي وبالشورى هذه وسيلة فلا يصح تغييرها وخذبان حضرتك إنما آلية الشورى سكت الله عنها فإن تجتهدوا فيها فلا تلزموا ولذلك حينما نقول الكليات والجزئيات الكليات هي محل الاتفاق والقطق لا لا ليس هذا ليس هذا فقط قد يكون الجزئيات أيضا منها محل يعني عدم الاجتهاد ضدها الأخلاق الأخلاق هذا ميدان كبير جدا وفيه قاطعات من النصوص تقطع بعدم المساس به المحرمات عندنا محرمات لا يجوز عندنا محرمات قطعت فيها النصوص بحرمتها يأتي من يجتهد وينقض هذه المحرمات نقول له لا عندنا أما الاستثناءات الواردة في القرآن الاستثناءات الواردة في القرآن كلها مرونة منطقة العفو يعني منطقة السابق السماح بالفكر والرأي حتى في العقيدة حتى جاءت في العقيدة قال الله تعالى فإن الذين كذوة أولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره فإلا هذه مرونة إن الدين عند الله الإسلام هذه ثابتة ليس فيها استثناء ليس فيها استثناء فمن جاء الله تعالى بغير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والإسلام هنا هو اسم جنس لكل رسالة أنزلها الله من السماء ليس المقصود بها رسالة سيدنا محمد فقط ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس أن يعبد الله وحده وأن يكفر بما سواه هذه لا مرونة فيها هذه ثابتة لا تقبل النقاش أن يعبد إنما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الولاء للكفار إلا أن تتقوا منهم تقاه الولاء ثاء يعني حرمة ثابتة إلا أن تتقوا منهم تقاه حرمة المحرمات التي ذكراها الله عز وجل في سورة المائدة مثلا حرمت عليكم كذا إلا من اضطر فعندنا لا عندنا دوائر الله تبارك وتعالى قضى فيها ممنوع المساس بها ولذلك الإمام الشفع الله يرضى عنه له كلمة هنا تكتب بماء الذهب رضي الله عنه قال إن الله أجل في قلوبنا أن نحب غير ما قضى مجرد الحب مش تنقشه أن نحب غير ما قضى إنما النسبة الآن لا صارت تناقش رب العالمين فيما قضى فيه قضايا ثابتة قاطعة لا تقبل النقاش نعم طيب يعني مساحة العفو أو المساحة المرنة أو التي تقبل التغير والاجتهاد هذا يقودنا إلى الحديث عن الاجتهاد سنبحثه معك بعد فاصل قصير فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الحديث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله عدنا للحديث عن الثابت والمتغير في الشريعة والاجتهاد لحاجات العصر وحديثنا دائما في هذه الحلقة مع الدكتور محمد أنور ليومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أجد الترحيب بكم دكتور مرحبا بكم الحديث عن الثابت والمتغير قد يعني يرتبط أو ينفك أو يصطدم بعبارة شائعة على لسان الناس هي الإسلام صالح لكل زمان ومكان يعني هو صالح لكل زمان ومكان كيف يمكن التوفيق بين هذه العبارة وبين قضية الثابت والمتغير هو يعني اسمح لي أولا نصحح العبارة هذه عند الناس ونقول إن الإسلام ليس صالحا الإسلام مصلح الإسلام مصلح قال الله تبارك تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين فالإسلام فاعل وليس مفعولا به الإسلام مؤثر ولا يتأثر بالأحداث التي من حوله ولا يغير جلده من أجل الأحداث لكن صالح هي أيضا اسم فاعل قد يكون صلاحه في نفسه إنما غير متعدي لغيره متعدي فمصلح هو صالح في نفسه ومتعدل لغيره وقد يعني رزقت رزقت الأمة بلس رزقت رزقت بصالحين لم يكونوا مصلحين فانتشر الفساد وعمة الفوضى في دنيا الناس إنما الإسلام يضبط الحياة ولا يضبطها إلا وهو مصلح فلذلك نقول إن الثابت والمتغير في الدين عندنا مثلا أصل في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وغيره من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير هذا الأصل العظيم في الثابت والمتغير هنا ويدل الناس ويرشدهم متى تتغير فتواهم أو متى تتغير مواقفهم وتكون شرعية ينتقلون من الشرع إلى الشرع إنما لا ينتقلون من الشرع إلى البدع ولا يخرجون من الشريعة إلى الإلحاد والكفر والعاذ بالله لا فهنا ربنا تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الثابت عندنا الذي يحلف لابد أن يوفي وأن يلتزم بما حلف به ولا يحنث لكن قد تضطره الظروف إلى الحنث فيقع فيه فيقال الله تبارك وتعالى هنا على الإلسان النبي لا حرج في هذا فإذا بس شرط أن ترى غيرها خيرا منها إذن الثابت يدخل عليه التغيير هنا يعني الثابت بإذن الشريعة وليس بعقل الناس لكن قال من رأى منكم أو يعني الحديث من رأى منكم الشريعة هنا أعطت الإذن الشريعة هي التي أعطت الإذن إنما الرؤية هنا الرؤية وتحديد الأفضلية هذا ما رده إلى المجتهد هذا ما رده إلى المجتهد لكن مثلا لأن الشريعة أذنت هنا إنما مثلا عندنا ليس عندنا إذن في الشريعة أن تلبس المرأة الحجاب أو لا هذا لا إذن فيه فهذا ليس مطروحا للنقاش وليس مطروحا للمرونة هذا من الثوابت هذا من الثوابت التي لا يصح يعني الاجتهاد ضدها إنما تجتهد فيها نعم لا يصح أم لا يجوز هي كلها ألفاظ تدل على الحرمة نعم فالنبي قال لا يصح إن المرأة إذا بلغت لا يصح أو لا كذا يعني نعم فهي كلها من ألفاظ الحرمة على كل حال نفي الصحة ونفي الحل وكل من ألفاظ الحرمة فعلى كل حال فعلى كل حال إذا قلنا إن هذا من الثوابت اختيار الإمام قرشي فيأتي من يقول لا ليس شرطا لا هذا يدل على عدم علم استدراك على النبي يعني هذا يدل على عدم علمه وتسرعه في الفتوى إذا قال مثلا لا نرجم بالحجارة ماذا نصنع يعني نرجمه نقتله بالرصاص كل النبي صلى الله عليه وسلم حدد حدد آلة الرجب كان في سيوف وكان في سهام ورماح وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الحجارة وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر فحدد الرجب فلا يصح أن نتمعقل على السنة والشريعة هنا ونقول لا هذا أرحم من هذا وهذا أصعب من هذا لا هذا غير مطروح للنقاش هذا غير مطروح للنقاش فلذلك نقول أن دائرة الثوابت عندنا لا ليست مطروحة للنقاش إنما هي مطروحة للفهم والاجتهاد ومطروحة في وسائل التطبيق ومطروحة إلا إذا كانت الوسيلة أيضا منصوصا عليها كذلك فالوسيلة منصوص عليها خلاص يعني نلتزم بالوسيلة إن الوسيلة مثلا الشورى لكن آلية الشورى لم ينص عليها فهذا من المسكوت عنه اجتهدوا فيه كما تشاءون إن والله إن شئتم بالاقتراع عبر الصناديق لا حرج عندنا إذا رضيتم هذا وإذا توافقتم عليه إذا قلتم نختار مجلس شعب مجلس شورى هذا المجلس هو الذي يختار الإمام لا حرج عندنا في هذا الآلية سكت الله عنها وقال لكم اجتهدوا فيها حتى لو قلدتم فيها الكفار لكنكم رضيتم بهذا لا حرج وأنتم جينوا رضيتم أن تكونوا ذيلا للكفار خلاص ما عندنا مشكلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تزوجت بنعلين على نعلين أرضيت من نفسك بنعلين قالت نعم يا رسول�keeper لا عندنا مشكلة المهم المهر نعلين شراب حتى مهم ترضى كيس ذهب أى نف sir فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك بنعلين قالت بلى يا رسول الله قال خلاص فهنا المسألة عندنا يعني عفوا شيخ هنا في قضية المهر يعني هو أعاد القبول والرفض لها وليس لولي أمرها يعني أنه لا يطلب لها مهرها ولي أمرها وإنما هي هي هنا يعني أريد أن الرضا القبول والرضا للبنت لكن لا يصح العقد من دون ولي طبعا لا شك لكن لا يصح العقد من دون ولي وكل ما ذكره ما ذكره في عدم اشتراط العقد إنما هي شبهات لا ترتقي إلى الأدلة أبدا شبهات فقط نعم طيب صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان أو إصلاحيته المعنى إن شاء الله قريب هل من لوازم هذه الصلاحية أو الإصلاحية الاجتهاد؟ أيوة أن يكون فيه لا بد أن يكون فيه من مظاهر إصلاحه للناس وللمجتمع أنه عنده ثوابت لأن الكون فيه ثوابت الإنسان له ثوابت يأكل يشرب ينام يتزوج ينجب هذه ثوابت الكون فيه ثوابت سماء أرض شمس أنهار كواكب هذه ثوابت فلابد أن تتعامل معها نصوص ثابتة أيضا طب المتغير في القون نفسه المتغير في حياة الإنسان نفسه هذه كل يوم عندنا أحداث جديدة وعندنا يعني متغيرات هذه المتغيرات لها عندنا في الشر دائرتان الثوابت لها دائرة واحدة أيهما أكثر؟ المتغيرات كثيرة فلذلك لها عندنا دائرتان للنصوص دائرة ولذلك كنت قرأت تعبير لبعض الناس لم يعجبني في الحقيقة يقول إحنا عندنا دائرة اسمها دائرة الفراغ التشريعي لا يا أخي ما عندنا دائرة فراغ تشريعي ما عندنا دائرة فراغ تشريعي عندنا دائرة القطعي هذه ثابتة عندنا دائرة الظني الدلالة هذه محل اجتهدوا انظروا هل نمسح بربع الرأس بكل الرأس ببعض الرأس هل يعني نجعل المهور كثيرة فوق طاقة الناس رفق يعني تحصينا للبنات أم نجعلها متيسرة في متناول الجميع إسعادا للطرفين وتحفيزا وتحفيزا على الزواج وتحفيزا لشأنه كل هذا لكم وخذ بالحضرتك إنما عندنا إنما من دون صدق لا من دون صدق لا فعندنا دائرة أخرى اسمها دائرة المسكوت عنه شرعا الله سماها هكذا إن تتيجي تسميها الفراغ التشريعي ما عندنا فراغ تشريعي يا أخي ومع ذلك دائرة المسكوت شرعا هذه لها حكم عام حكم إجمالي قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها فهي دائرة العفف هذا حكم إجمالي فيها أيضا في حديث أبي ثعلب وابن عباس وأبي ذر وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان هي لكم من الله عافية فاقبلوا من الله عافية فلذلك لا يصح أن نسميها فراغ تشريعي الفراغ تشريعي عند الناس إنما عند أحكم الحاكمين العليم الخبير ما عنده فراغ تشريعي جل جلاله هذا اتهام لرب العالمين فلذلك نقول هذه اسمها دائرة المسكوت عنه شرعا فهذه الدائرة التي نسميها أو سماها ربنا جل جلاله دائرة المسكوت عنه شرعا لها حكم العفو لكن بشروط وضع لها رب العالمين على لسان نبيه شروط الشروط هذه هذا المستحدث المستجد له يخالف شيئا في الدين لا لا يخالف شيئا في الدين طيب ينقض شيئا وظب النبي على فعله لا لا ينقض شئا وظب النبي على فعله إن تتحدث عن الضوابت المسكوت حتى يعني يعني مثلا عندنا حكم الأكل والشرب في الصلاة هذا من المسكوت عنه شرعا لا يوجد نص أبدا يدل على حرمة الأكل والشرب في الصلاة ومع ذلك بإجماع الناس الأكل والشرب من مبتلات الصلاة ما ردوا هذا الإجماع العرف أم المنطق أم العقل أم لا القواعد التي قلناها هذه القواعد هذه رأوا أن الأكل والشرب في الصلاة ينقض مقاصد الدين في التشريع هنا فمقاصد التشريع في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هذه الصلاة تمسكن وتخشع وتذلل فلا يناسبها أن يأكل الإنسان ويقف بين يدي رب العالمين يأكل ويشرب ينقض هنا الخشوع والتذلل والتمسكن فلذلك أجمع على حرمة الأكل والشرب في الصلاة وأنه من مبتلاتها تمام هذا من المسكوت عنه شرعا لكن لا يجوز فعله فكل مسكوت عنه شرعا توفرت في هذه الضوابط الثلاثة يجوز فعله يجوز فعله لكن بهذه الضوابط لابد أن نستحضرها دائما أن نستحضر الضوابط دائما فلذلك نقول إحنا عندنا النصوص القطعية النصوص الدائرة النصوص الظنية دائرة المسكوت عنه شرعا عندنا دائرتان محل اجتهاد دائرتان محل اجتهاد والاجتهاد هنا حتى يعني يعني نختم هذا العنصر الاجتهاد هنا يا أستاذ جهاد الكتب حينما تكلمت فيه للأسف لا تستحضر وجود الإمام فتنزل العلماء منزلة الإمام أي الإمام الراشد فتنزل العلماء منزلة الإمام فتبدأ تؤسس على إيش على أن العلماء هم المخاطبون بالاجتهاد وأن اجتهادهم لا بد لهم من ضوابط كت وكت وكت لا يجوز لك أن تجتهد من دون إذن الإمام وإذا غاب الإمام إذا غاب الإمام هذه مشكلة أوجد الإمام قبل أن تجتهد قبل أن تجتهد يكون اجتهادك لكل ما يخدم هذه هذا المقصد الكبير من باب الأولى من باب الأفرد الأفرد نعم لأنك أنت حينما تدعو إلى الله من أذن لك حينما تقضي بين الناس من أذن لك هل الدعوة إلى الله تحتاجه إلى أذن؟ هيو بدليل سيدنا النبي أنت استحضر رسول الله دائما حينما نتكلم في هذه الجزئية لابد أن نستحضر رسول الله من المسؤول عن الدين بلاغا ونشرا وقضاءا وخصومة وجهادا وحدودا وكل هذه الأشياء من؟ رسول الله بأ فقط ولا أجوز لأحد من الصحابة أن يفتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون إذنه بلغ عني ولو آية هذا إذن هذا هو الإذن بس إذن نفتوح إلى آخر الزمان يأتي الإمام من بعده يطبق هذا القانون هذا إذن لمن حوله وقانون للأمة إلى يوم القيامة حتى لا تكون فوضى ولذلك من المضحكات المبكيات أنني قرأت لبعض الأئمة الكبار لا داعي لذكر الأسماء أنه يقول إن لأحد الأمة أن يقيموا الحدود هذا يريد أن تقوم في الأمة معارك أهلية أنت قتلت لي قتيل خلاص من حقك أن تقتص وتقتل قتيلي وأنا سأرد الصاع صاعي أليس كذلك أنا سرقت منك اقطع يدي وأهلي سيقطعون يدك ها هكذا يريد لا يا أخي صحيح أن الله تبارك تعالى خاطب الأمة فقال فاقطعوا أيديهما فاجلدوا كل واحد منهما الخطاب صحيح للأمة لكن الأمة مطالبة لتحقيق هذه الخطاب أن تنتخب منهم واحد يقوم على تحقيق هذه الأمة هذا الدلالة على هذا الأمر يعني بمعنى أنه الآن لا يوجود للإمام للمسلمين مثلا منذ قرون ربما طيب هل هذا يعني تعطل الدعوة ويتعطل انتشار الإسلام في الأرض ما قلنا هذا إنما نؤلف أو نستخدم كل ما يحقق هذه الغاية كل ما يحقق هذه الغاية يعني أفهم من كلامك أنه في دائرة الآن الاجتهاد أنه ينبغي أن تصب كل جهود المسلمين باتجاه نصب الإمام الاجتهاد والدعوة والتفسير والحديث والفقه والقضاء كل هذا كل هذه الجهود لابد أن تصب في هذا المقصود متى يمكن؟ متى الاجتهاد يمكن؟ ايه الاجتهاد ما أقول لذلك لابد أن يأذن لك الإمام لابد إنما أنت من نفسك تجتهد وتتكلم وتقضي وتغطب إذا ملكت الأدوات الشرعية حتى لو ملكت الأدوات لابد من إذن شرعي هذا يعني عفوا شيخ ربما يعني يحتاج إلى دليل يعني حتى نقول له استحضر رسول الله استحضرته لكن أريده دليلاً على إيش؟ دليلاً شرعياً نصاً على أن عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد هذا هو المسؤول قالوا وما للإمام علينا بعدك يا رسول قالا كالذي لي عليكم واخد بالحضراتك كل هذه النصوص التي جاءت بلغوا عني ولو آية كنتم خير أمة اخرجت للناس في ضوء هذا التنظيم وإلا تبقى فوضى يعني هاء الأمة تختار منها من يقوم على هذا الأصل لينظمه ثم من المشاهدين مثلاً أن يكونوا أكاديميين أساتذة الجامعات أو حتى مشاهدين عاديين قد يستدركوا عليك ويقول أن مجرد رأيك هذا هو اجتهاد هو اجتهاد يعني ليس هناك شيء ثابت مجمع على هذا الكلام إنما هو اجتهاد لا لا إزاي؟ بدليل أنه ظهر ظهر أئمة يعني ظهر أئمة في العلم ومجتهدون بغياب الأئمة يعني الأئمة الأربعة تقريباً لم يكن هناك إمام راشد صح؟ وهذا والأمة الآن كلها تقلدهم وتمشي وراءهم هذا خطأ هذا خطأ والأئمة رضي الله عنهم ما قالوا للأمة قلدون وما قالوا لهم اتبعون إنما هم اجتهدوا رضي الله عنهم في العلم تمام؟ لكن ليس في القيادة الأمة تسير وراءهم هكذا هذا ليس صحيحاً كيف كانت الأمة تسير قبل هذا قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وجعلها كلمة باقية في عقبه تمام؟ هذه الكلمة الباقية في عقبه إلى يوم يرجعون فهذه الإمامية أخذها إبراهيم وذريته إلى يوم القيامة إمامية الديانة والسياسة والحكم والقضاء فخذ بال حضرتك فلذلك لا يجوز لأحد أن يتكلم في الدين من غير إذن هذا الإمام إذن الإمام الذي يصنعه بعد ذلك ينشئ الكليات الشرعية والمجامع والمدارس الشرعية هذا يعتبر إذن إنما حينما يفتي أو يقضي نابد من إذن آخر طيب حقيقة يعني الآن بقي عندي عشر دقائق ولدي بعض الأسئلة أريد أن أسألك عنها وتبينها دكتور الآن في السنين الأخيرة يعني كما لأن بعض المسلمين وقعوا في نوع من الضياع هناك أحكام إسلامية وحدود كانت مستقرة في خلد المسلمين لقرون خلد سابقة اليوم هناك حديث إخضاء للنقاش وإجتهادهم واستدراك على حدود كانت مستقرة عندنا مثل حد الردة وحد الرجم هل هذا يدخل في باب الإجتهاد وهل يمكن أن يكون هناك يعني حتى الحدود النص الذي فيه حدود يمكن أن يجتهد فيها هو لأن باب الإجتهاد دخله كل غر مأفون قديماً للعلماء قالوا أغلقوا هذا الباب ونحن لسنا مع غلقه لسنا مع إغلاقه إنما مع ضبطه ولن ينضبط في غيبة الإمام لن ينضبط إنما لابد أن يعرف الناس أنه لا يصحه لإجتهاد إلا لمن ملك الأدوات إيش شروط المجتهد شروط المجتهد يتكلم عنها العلماء كثيراً لكن لها عندي شرطان العدالة والضبط لأشرط الراوي لكن الضبط هنا غير ضبط الراوي العدالة أن يكون رجلاً عدلاً ديناً تقبله إماماً وتقبله شيخاً وتقبله رجلاً ذا دين ليس من العدالة أن يسمع الأغاني ولا أن يقر الفحش ليس من العدالة أستاذ جهاد أن يكون يعني هو ممن يطعط المعاصي جهاراً نهاراً جهاراً ليس من العدالة أن يصر على المعصية نحن لسنا معصومين نقر بهذا ونحن أصحاب معاصي ونسأل الله أن يسترنا وأن يغفر لنا إنما الفرق بينه وبين غيره أن العدل إذا وقع في المعصية تهاب واستغفر هذا لا يتوب طب هذا العدالة هذه واحدة العدالة الضبط عند المجتهد لها ثلاث قواعد أو لها ثلاث ضوابط الضابط الأول المعرفة باللغة لغة العربية تماماً هي طبعاً هو يجلس في أو هي تجلس أنا رأيت بعض النسوان وبعض الناس يتكلمون في الشريعة لا يحسنون اللغة ويتكلمون بلغة المصاطب ولغة القهاوي ولغة الشارع لغة السوقة فضلاً عن أنهم يستخدمون مصطلحات الشارع في الفتوى اللغة اللغة الثانية المعرفة بالفقه أصولاً وفروعاً الثالثة المعرفة بالحديث مصطلح دراية ورواية دراية ورواية والتفسير دراية ورواية ولذلك إني لأعجب من رجل يزعم الاجتهاد ويدعيه ثم ينظر إلى غيره ليأتي له بحكم الحديث أو يذهب إلى غيره ليأتي له بالحكم على الحديث هذا ليس مجتهداً فإذا أخطأ صاحب الحكم على الحديث أخطأت في فتواك يا رجل وهذا يملأ كتبهم كثيراً هذا يملأ الكتب كثيراً نتوقف مع قضية فقط يعني موضوع الرجم ثمت الآن هناك كتابات تظهر عن موضوع أن لا رجم في الإسلام ما مدى صحة هذا الكلم ما هو إحنا عندنا لأن هؤلاء القوم تعجلوا وبزغوا على الساحة قبل أن تتحقق فيهم هذه الأدوات العدالة والضبط بأدواته ما عندهم أدوات ما عنده أدوات تسألوا قلنا لبعضهم إن حد الرجم متواتر فيه عندي في بحث لي أكثر من خمسة وثلاثين رواية عن أكثر من سبعة وثلاثين سبعة وعشرين صحابي في حد الرجم بل بالأمس وجدت اثنين أو ثلاثة وأربعين رواية عن أربعين صحابي صريحة في الرجم صريحة بلا 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 مواربة كون إن هو لا يعلم هذا ما ذنب الإسلام ما ذنب الإسلام أنك لا تعلم ثم تتكلم باسم الإسلام يا أخي لا تعلم يسأل لا تعلم ابحث ثم أنا حينما أريد أن أعلم مسألة في الحديث أسأل حلاء أسأل طبيب أسأل أهن التخصص هذا العلم حكر على أهله ولا يصح أبداً ولا يجوز في العقل أن يجتهد رجل لا علم له بعلم الحديث سيقع في مصائب كبيرة الجويني وهو إمام كبير أنكر القرشية في الإمام رد عليه الذهب وقال لهذا من جهله بعلم الحديث هو إمام كبير في الفقه والأصول لكنه لا دراية له بعلم الحديث لو أن له دراية لعلم أن هذا أمر متواتر لا يجوز الاجتهاد معه إنما تجتهد فيه لتفهم إنما تجتهد ضده لا ولذلك هذا الذي ينكر ويقول لا رجم في الإسلام هل تدري أن هذا العنوان لغة خطأ من لغة من حيث اللغة لا رجم لا نافية للجنس لا عندنا رجم في القرآن والسن ومورسة عمليا الناس في أنا لا أقصد هنا الرجم الزاني لا نافية للجنس يعني ينفي جنس الرجم الناس يرجمون إبليس في الحديث هو ربما بدلالة الإصطلاح لا لا يصح هذا هذا عنوان لا بد أن يكون العنوان دليلا على المعاني الداخلة عندنا رجما بالغيب رجوما للشياطين فينفي هذا أيضا هذا يدخل في ضمننا إنما إذا كان يقصد المعنى الذهني للعهد الذهني هنا فنقول له يا فلان أو يا ناس يا من تنكرون هذه الأمور المبتوطة المقطوعة في دين الله عز وجل اقرأوا يا ناس وداروا جهلكم داروا جهلكم استحوا استحوا على أنفسكم المسألة مقطوعة قطعها رب العالمين ده حديث يا شيخ لو قرأ لو عاد فقط إلى كتاب الأزهار المتناثرة للسيوطي لا وجد أكثر من 27 صحابي يرويون حديثين اثنين حديثين اثنين الولد للفراش وللعاهر الحجر ورجم ماعز هذا فيه هذا يرويه 16 صحابي وهذا 17 صحابي 27 صحابي طب يعني دكتور هنا قضية الردة وقضية الرجم وأمثالها في مثل هذه الردة أيضا حدها متواتر أنا أريد أن أسألك دكتور إلى أي مدى يعني هؤلاء مثلا من المفكرين وطلبة العلم وإلى آخر يجتهدون يحاولون أن يوائموا بين قيم العصر والإسلام أم أن الواقع الحضاري والواقع السياسي العام ربما يعني يشكل نوعا من الضغط على خروج مثل هذه الأراء الفقهية وقد نكون نقول لا نقدر قد نقول إن آليات التطبيق الحكم لا نملكها كل هذا مقبول إنما إياك أن تقترب من الحكم إياك كون النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لعلك فأخذت لعلك قبلت لا يعني هذا أن سيدنا النبي ينكر الحكم كون أنك تبحث عن أدوات الصلاة والوضوء والقبلة وستر العورة ليس معناها أنك تنكر فرضية الصلاة يا نسر نريد أن نفهم الشريعة فهما صحيحا لذلك البحث عن آليات تطبيق الحكم والاستثبات من إسقاطه على الواقع لا يعني إنكر الحكم إنما نحن نستثبت منه نستثبت منه ولذلك إذا بلغت الحدود الحاكم لأنه يفهمون غلط طب هذا كلام ربما الآن هذه الاجتهادات دكتور ربما تتفق مع ما ذكرته قبل قليل وأرجو المعذر عن المقاطع لأهمية ما ذكرته يعني نعود إلى قضية الإمام يعني وجود إمام يحمي بيضة الإسلام ويحافظ عدد المسلمين ويوفر البيئة الصحية لخروج اجتهادات متوافقة مع أصول الشريعة أحسنت أزاك الله خيرا كل هذه الفقاقع ستغيب كلها ولذلك الأمة بتترنح في هذا الضياع منذ أكثر من ألف سنة يا شيخ بسبب هذا إن الاجتهادات ليس لها ضابط ليس لها تنظيم ليس لها رقيب ليس لها حسيب كل من هب ودب يجتهد ويكتب وينشر لكن الأمور في القديم كان عند الأفراد دياني كان عندهم عدالة فكانت العدالة والدين يعصمهم والتقوى بصد الله السلام بقي عندي دقيقة من فضلك لو تريد أن تقول في هذا الموضوع في آخر دقيقة حرة لك أقول وبالله التوفيق هؤلاء الذين ينكرون حدود الله تبارك وتعالى وشريعة رب العالمين الثابتة التي لا تقبل التغيير ولا مرونة فيها يجب علينا على الجماهير المسلمين أن يعلموا أن هؤلاء ضلال مبتدعون وعلى إخوانهم أن ينصحوهم فإذا استجابوا خيرا وبركا وإلا فليقاطعوا أشكرك شكرا جزيلا دكتور على هذه المشاركة الضافية مشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفي الكريم في الستوديو الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر شكر الله لكم حسن المتابعة دمتم في حراسة الله ترجمة نانسي قنقر